بقرار من مجلس الوزراء السعودي تم منح هيئة السوق المالية السعودية الموافقة على فتح المجال للمؤسسات المالية الأجنبية لشراء وبيع الأسهم المدرجة في السوق المحلية وذلك بحسب ما تضعه الهيئة من قواعد في هذا الشأن وبناء على هذا القرار قامت الهيئة بإعداد مشروع القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة والذي يهدف إلى وضع الإجراءات والمتطلبات والشروط اللازمة لتسجيل المستثمرين الأجانب المؤهلين لدى الهيئة للاستثمار في الأسهم المدرجة وتحديد التزامات الأشخاص المرخص لهم في هذا الشأن وقد قامت هيئة السوق المالية السعودية بنشر القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأسهم المدرجة بالسوق ومن أهم ما جاء في مسودة القواعد التي نشرتها الهيئة أن يكون المتقدم مؤسسة مالية ذات شخصية اعتبارية من إحدى الفئات التالية كالبنوك وشركات الوساطة والأوراق المالية ومدري الصناديق وشركات التأمين كما أنه يجب أن تبلغ قيمة الأصول التي يديرها مقدم الطلب 18 مليار و750 مليون ريال أو أكثر أو ما يعادلها وللهيئة الحق في خفض الحد الأدنى لتلك الأصول إلى 11 مليار و250 مليون ريال أما بخصوص نسبة تملك المستثمر الأجنبي في الأسهم المدرجة فقد حدد المشروع القيود كالتالي بأنه لا يجوز للمستثمر الأجنبي إضافة إلى تابعيه تملك أكثر من 5% من أسهم أي مصدر تكون أسهمه مدرجة كما أنه يجب على المستثمر الأجنبي الذي يستثمر أموالا تعود لعميل موافق عليه عدم تنفيذ أي عملية قد ينتج عنها تملك ذلك العميل أكثر من 5% من أسهم مصدر تكون أسهمه مدرجة بالإضافة إلا أنه لا يجوز للمستثمرين الأجانب مجتمعين بجميع فئاتهم سواء المقيمين منهم أم غير المقيمين تملك أكثر من 49% من الأسهم الصادرة عن أي مصدر تكون أسهم مدرجة وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة كما حدد المشروع بأنه لا يجوز للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 20% من الأسهم الصادرة عن أي مصدر تكون أسهمه مدرجة ونص المشروع على أنه لا يجوز للمستثمرين الأجانب المؤهلين وعملائهم الموافق عليهم مجتمعين تملك أكثر من 10% من القيمة السوقية للأسهم الصادرة عن المصدرين المدرجة أسهمهم وتشمل هذه النسبة أي استثمارات عن طريق اتفاقيات المبادلة